السلام عليكم يارب تكونوا بخير وبصحة وسلامة وسعادة انا قناة مطبخ شايماء عبدالغني للا اول مرة يزورني فيديو النهاردة ان شاء الله مميز جدا جدا هنعمل مع بعض الارايش السادة في الصاج الواحد دفعة واحدة وحتقطعيهم مرة واحدة بدون مجهود وبأسرع وقت كنا عملنا مع بعض قبل كده الارايش بالعجوة في الصاج الواحد بنفس الطريقة وفي منكم سألوني هل ينفع نعمل الارايش السادة بنفس الطريقة وما تطلعش معنا طريقة انسي انها تطلع طريقة بعد الفيديو ده تعالوا نقول باسم الله ولو عجبك فيديو النهاردة ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عالكل عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي قناة مطبخ شايماء عبدالغني ونقول باسم الله ونصلي على الرسول ونبدأ وصفة النهاردة اول حاجة هنحضرها هي الخميرة وانا هنا مستعملة خميرة بيرة تقدري تستعميل الخميرة الفورية هنا بمقام معلقة صغيرة من الخميرة وهحط عليها معلقة كبيرة من السكر وحنزل كمان بربع كباية من اللبن الدافي عشان يشغل معايا الخميرة هقلب المكونات دي وحسبها بقى على جنب ونبتدي نجهز باقي المكونات معايا هنا نص كيلو من الدقيق متعدد الاستعمالات او لجميع الاغراض ومنخول كويس جدا جدا ونص كيلو هنا بما يعادل أربع كبايات وربع من الدقيق بمج الشاي العادي حضيف عليه معلقتين كبار من السمسم وهنا معايا ربع كباية من السوداني المطحون طحنته كويس جدا في الكبة لغاية لما نعم معايا وبقى بالشكل دوت حضيفه كده على الدقيق وعايز أقولكو هنا بيد للدقيق ريحة وطعمه مميزين جدا جدا حضيف كمان نص معلقة صغيرة من البيكينج بودر وكمان حضيف معلقتين كبار من السكر ودي بتدي كده للقرائش طعم كده مسكر شوية وكمان رشة صغيرة من الملح وحقلب بقى كل المكونات مع بعض كده وتقدري هنا تعزز الطعم بكذا حاجة يعني تقدري تدي في ينسون مطحون معلقة صغيرة وتقدري تدي في شمر مطحون تقدري تدي في أي نكهة أنت بتحبيها على الأرائش بتاعتك شايفين بقى الخميرة بتاعتي خلاص اشتغلت وبقى ده قوامها كده في اللبن زي ما انتوا شايفين حنزل بالخميرة وبعد كده حنزل بكوباية من المادة الدهنية نصها زيت ونصها سمنة وتقدري هنا تعملي خليط ما بين الزبدة والزيت والسمنة أو تستخدمي زيت بس أو سمنة بس أو زبدة بس اللي ريحك خالص هقلب كده بالمعلقة وبعد كده هبتدي أبس العجينة بإيدي وأهم خطوة في الأرائش أن انت تبسيها كويس جدا عشان تغلي في كل حباية دقيق بالمادة الدهنية إحنا طبعا عارفين أن النواعم مش بتتعجن والأرائش تعتبر من النواعم خصوصا لما تعمليها أرائش نعمة زي اللي أنا عاملاها النهاردة تقدري أنت لو مش حباها نعمة معاكي قوي تقليل المادة الدهنية يعني بدل ما هي كوباية تخليها نص كوباية أو كوباية إلا ربع كمان عايز أقول لكم أن طريقة الأرائش في الصج الواحد دي بتوفر وقته مجهود يا جماعة وبتعمليها في أسرع وقت بدل ما تعملي كل قطعة لوحدها واتقطعيها لوحدها من بس العجينة كده لغاية لما نغلف الدقيق كله بالمادة الدهنية وحضيف هنا بكت من الفانيليا وده اختياري خالص ده علشان الأرائش بتاعتي يبقى لها ريحة مميزة أو يبقى لها ريحة حلوة بنفس الكوباية اللي ضفت بيها المادة الدهنية حطيت فيها نص كوباية من اللبن الدافي حضيفها بالتدريج وحبتدي ألم العجينة بتاعتي مش هعجينها وهنا أنا عاملة الأرائش باللبن علشان كمية صغيرة يعني أنا عاملة نص كيلو لكن لو أنت هتعملي كميات أعجينيها بالمية علشان تعيش معاك مدة أطول النص كيلو الدقيق أخذ مني كوباية لربع من اللبن إحنا عارفين إن الدقيق أنواع وبيختلف كل نوع على حسب امتصاصه للسويل فممكن يحتاج منك نفس الكمية أو يحتاج معلقتين زيادة من اللبن أو معلقتين أقل فخلي جنب منك كوباية من اللبن ووضفيها بالتدريج واحدة واحدة لغاية لما تحصلي على القوام المناسب للعجينة بتاعت الأرائش وحوارك دلوقتي إزاي تعرفي إن العجينة كده مش محتاجة منك سويل وزي ما أنتو شايفين دي طريق تلم العجينة مش من عجينها إحنا يدوب بس من لمها كده وزي ما أنتو شايفين العجينة ما شاء الله اتلمت معايا وبقى قوامها زي ما أنتو شايفينه كنت مخليك كده معلقة من المادة الدهنية على جنب علشان حضيفها برضو على العجينة في الآخر خالص وحلمي بيها العجينة بتدي معايا نتيجة في منتهى الجمال بعد سوى الأرائش يعني بتبقى مقرمشة وهشة كده ودايبة معاك خالص جربي الطريقة دي خلاص كده ضفت المادة الدهنية وبرضو حبتدي ألم العجينة بنفس الطريقة لغاية لما تتشرب خالص المادة الدهنية تعالوا بقى نختبر العجينة بتاعتنا ونشوف احنا كده وصلنا للقاوم المطلوب ولا لأ هناخد كده قطعة من العجين وحبتدي أدلكها ما بين إيدي الاثنين بالشكل دوت وعملها كورة كده وحبتدي أضغط عليها لو فيها أي تشققات يبقى محتاجة مني كده أضيف معلقة أو اتنين من اللبن لكن هي الحمد لله ما شاء الله كده مظبوطة ما فيهاش أي تشققات ولا حاجة حغطي بقى العجينة بتاعتي كده واسبها لمدة ربع ساعة وفي الوقت ده حجهز الصاج أو الصينية بتاعتي حدهنها برضو بالمادة الدهنية بالفرشة كده بس لازم أدهن كل حتة حتى الجوانب كمان علشان أنا حفرد العجينة بتاعتي كلها في قلب الصينية حبتدي بقى أجيب العجينة بتاعتي بعد ما ارتحت ربع ساعة وحفردها في قلب الصينية بس وانت بتفردي حاول ان انت تفردي العجينة بالتساوي لو مش هتعرفي تفرديها بإيدك كده زي ما أنا بعمل هذه الفرادة بتاعة العجين وحطي كيس نايلون فوق العجينة وبتدي فرديها عشان تتفرد معاكي مستوية كلها ما يبقاش في حتة عالية وحتة واطية وعايز أقولكو العجينة سالسة جدا معايا ونعمة بطريقة في منتهى الجمال يا جماعة بتتفرد معايا بكل سهولة خالص طب بالزمة مش كده أوفر في الوقت والمجهود بصراحة اختراع يا جماعة موضوع القرائش في الصاج الواحد ده فردتها كلها كده في الصاج بالشكل اللي انتو شايفينه وعايز أقولكو بالمناسبة ان مقاس الصينية دوت هو 36 في 27 يعني على النص كيلو دقيق علشان لو حابة تعملي نفس المقاس دهان توشها كده بدهنة من المادة الدهنية علشان يسبت معايا السمسم على الوش وحبتدي بقى أشكلها بأي شكل بدهر الشوكة كده وهعمل خطوط بالطول وخطوط بالعرض تقدري تسيبيها سادة أو تشكليها بأي شكل انت تحبيه أو تفضليه بعد كده هرش بقى معلقة صغيرة كده من السمسم على الوش ودي اختياري لو حابة تعمليها أو مش حابة وعشان تاخدي لون دهبي جميل للقرائش ويبقى القرائش بتاعتك لونها في منتهى الجمال رش عليها كده معلقة صغيرة من السكر على الوش وحنسبت الكلام ده كله بكيس من النيلون هحط كده كيس النيلون وحبتدي كده بالراحة خالص أسبت السمسم والسكر بس بالراحة علشان أحافظ على النقشة بعد كده علشان أقطع القرائش بتاعتي بانتظام ويطلع أشكالها منتظمة هعلم كده تعليم بسيط بالقطع وحبتدي بعد كده بالسكرابر أقطع القرائش بتاعتي وعايز أقول لكم هدهن السكرابر قبل ما بتدي أقطع علشان القرائش بعد ما تخمر ما تلزقش في بعض فعالوا بقى نتكلم عن التسوية الصحيحة علشان تطلع معاك القرائش مقرمشة وهشة وما تبقاش مع الجنة من جوة طبعا حغطيها وحسبها تختمر لمدة نص ساعة وتعالوا بقى زي ما قلتلكم نتكلم عن التسوية الصحيحة أول حاجة أنا بسخن الفرن على درجة حرارة عالية بعد كده بهدي النار تماما وأول ما بدخل الصينية دي بدخلها على صجة الفرن على طول يعني السطح الملامس للنار بسيبها على نار هدية تماما لمدة 7 دقايق بالضبط بعد كده ببتدي أرفعها على الرف الأوسط بحط الشبكة كده في الرف الأوسط في الفرن وبعدين أرفعها على الشبكة وحسبها بقى تستوي على أقل من مهلها مدة التسوية بتاعتها من ساعة لربع لساعة على نار هدية أهم حاجة وكل 10 دقايق بفتح كده أوص عليها وابتدي ألف الصينية بحيث أنها كلها تستوي وتاخد لون موحد وزي ما انتو شايفين دا شكلها بعد ما خرجت من الفرن ولو بعد مدة التسوية دي تخرجت من الفرن وحسيتي أن هي لسا طرية شوية من جوة مش طرية قوي سيبيها في الهوى شوية حتبقى مرمشة معيك وهشة وفي منتهى الجمال يعني أول ما بتشم الهوى بتنشف على طول هتسيبيها لغاية لما تبرد زي ما اتفقنا وبعد كده تقدري تعبيها بقى في علب في أكياس زي ما انت عايزة شايفين التسوية بتاعتها من تحت عاملة زي؟ كمان الرسمة اللي احنا رسمناها على الوش مخططة كده وظهرة بعد التسوية برضو جميلة جدا دي التسوية المظبوطة الصحيحة للقرائش وكمان خفيفة يا جماعة مش تقيلة معي ده نتيجة ان احنا ضفنا نص معلقة من البيكنج بودر فايدته هنا انه بيخلي القرائش خفيفة معاكي ومش تقيلة ومش ملكومة فقوعي تنسي خالص نص معلقة البيكنج بودر يعني فيه ناس او تقولك لا خلاص بدم حطة خميرة ما حطش بيكنج بودر يا جماعة البيكنج بودر وظيفته هنا انه بيحافظ على ان المعجنات تبقى خفيفة ما تبقاش تقيلة وما تبقاش ملكومة تبقى هشة من جوة فضروري ضروري نص معلقة البيكنج بودر على نص كيلو الدقيق ده بالنسبة للقرائش وان شاء الله بإذن الله حاسب لكم في شاشة النهاية القرائش بالعجوة في الصج الواحد بنفس الطريقة بس فيها كده شوية تاكات بسيطة اتمنى ان انتو تتفرجوا عليها كمان لو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراكوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي انا قناة مطبخ شايماء عبدالغني اتمنى يكون فيديو النهاردة فعلا عجبكم وتكونوا استفدتوا اسبكم فرعية الله وحفظوا واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله من مطبخي انا مطبخ شايماء عبدالغني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته